طب هننتقل بقى على الملف التاني وانت مشارك بالتدريب من خلال اليونيدو على همش المنتدى احكيلي على مسألة التدريب مع اليونيدو بتعمل ايه؟ تمام هي الفكرة جات ان المؤتمر حابب يدعم ريادة الاعمال فبيشوفوا الشركات الناشئة في كذا دولة شركات من امريكا من تنزانيا من غانا من مصر وهما بيوفر لهم المكان في المنتدى بحيث ان هما يحصل لهم زي اكسبوجر او ان هما يشوفوا طبعا الشباب اللي حاضرين الخبراء اللي حاضرين فيستفيدوا من خبراتهم فاحنا اللي تم من اليونيدو ان هما تموا يتواصلوا مع الخبراء في كذا مجال في الطاقة في الميدسين او في الدواء في الغذاء في كل مجال عشان نكافر كل التخصصات اللي موجودة فهما تم بالفعل اللي احنا كمتدربين اللي احنا هنوفر ازاي المساعدات ليهم في اللي هما عايزين يعملوا ماركتنج تسويق ليهم ازاي وصلوا الماركتز تانية في افريقيا في اوروبا فاحنا بالفعل هنبدأ من بكرة على مدار يومين كاملين نعمل زي محاضرات او منترشيب او يعني التخصصات اللي احنا نقابل كل شركة من دول ناشئة نشوف ايه مشاكلهم ونحاول نحلها طبعا مع جائحة كورونا فالمشاكل زيادة فنحنا نحاول نساعدهم بقدر الامكان ازاي يتغلموا على المشاكل دي ويتغلبوا عليها برضو الازمات الاقتصادية اللي ممكن تحصل في الفترة دي او الفترات الجاية بحيث ان هما ما يخسروش الشركة بتاعتهم ويقدروا يوصلوا لأكبر نتيجة ممكنة بتعتقد انه الشركات الناشئة او بالمسمى الاخر اللي الناس بتستخدمه على طول دلوقتي الستارتابس هتبدأ توجهاتها تختلف وطبيعة عملها تختلف بعد كوفيد ناينتين ما بعد الجائحة زي ما بتقال يعني البوست كورونا ده بالفعل طبعا بدأ يحصل فكرة بقى ديجيتل ترانسورميشن او التحول الرقمي فمعظم الشركات الناشئة بقى ممكن انا شغال معايا موظف من دولة تانية من كذا حتة عشان بيعمل حتة معانة مش لازم يبقى لينا مكتب او مقر مبنى كامل في حتة معانة لا فكرة الشغل اونلاين وان احنا كلنا نشتغل كاتيم اونلاين بقى عن طريق اي من وصال التواصل الاجتماعية وطبعا فكرة ان احنا زي مثلا التعليم بقى كله دلوقتي بقى فيه تعليم اونلاين اللي احنا نسجل الفيديوهات فكل مجال هيحصل فيه طبعا طفرة من حيث التحول الرقمي يعني بتعتقد انه فيه اشكال جديدة او انماط اقتصادية جديدة ما كانتش معروفة او كان ممكن تخسر قبل كورونا وبعد الكورونا تبدأ تحقق بالفعل ارواح او مكاسب يا فيه بقى فكرة انه هو العملة الرقمية او الكريبتو كارنسي بقى ان هي ازاي احنا كل حاجة يعني انا ممكن اكون بولي الطاقة من بيتي فبيبيحها الجاري عن طريق كارنسي ممكن اواتفر بقى هسميها ايه ان انا بقى حول له طاقة وبشتري منه طاقة وفيه عملة ما بيننا فيسهل الموضوع بدل ما انا بشتري فلوس مثلا بشتري طاقة من الحكومة لا ده انا ببيع لجاري او جاري ببيع لحد تاني فكرة بقى ان هي المايكرو ايلنز او كل مكان مسؤول عن الطاقة فيه فده بالفعل هيحصل طبعا تغيير فيه في الفترة القادمة بس بس قلت الكريبتو كارنسي بتواجه صعوبات كتير في العالم يعني فيه دول كتير وبنوك مركزية كتير رفضة التعامل بالكريبتو كارنسي وبعدين لو صح تعبير اللي زاد والغطى بقى فيه عندنا الان افتيز كمان يعني يعني ايه رسمة تبقى فلوس انا مش فاهمها لحد باللحظة دي انا اتخرجت من اقتصاد ومش قادر هستوعب الان افتيز لحد دلوقتي تمام هي الفكرة ان هو هي اصلا الموضوع يعني عمتا بيحصل فيه مشاكل وفاكرة كمان السايبر سيكوريتي او الامن السبراني اللي هي اصلا العملات الرقمية دي اصلا معرضة ان هي يحصلها زي هاكين طبعا او سرقة فهي فكرة اللي انا يبقى على الموبايل فيه كريدت او كوين مثلا او حاجة باخدها فانا على الموبايل معايا ميت كوين مثلا هشتري طاقة من جاري طاقة شمسية بعشرة كوين هشتري من السوبر ماركت بخمسة تانيين هشتري من كزا فها كلها كريدت زي رصيد الرصيد على الموبايل باشتري منه من كزا مكان يعني لكن انا هستخدمه بعد كده ازاي خط خط الرصيد طب افرض انا محتاج اشتري شيء اما يعني لو انا افترضت ان انا عندي كريبتو كارنسي بملايين غير انها بتطلع وبتنزل يعني بس بملايين وكانوا زمان سبعة تمانية كريبتو كارنسي دلوقتي بقوا بالعشرات يعني انواع كتيرة جدا افرض انا عايز اشتري كوموديتي او اشتري سيرفز معينة منتج او خدمة ما وما بيتعاملوش بالكريبتو كارنسي انا كده اتدبست ولا ليها حل ولا ايه هي في الاغلى بقى ممكن تبقى اتدبست لو مسلا الدولة اللي انت فيها وعايش فيها اه بالزبط هي مش معترفة بالعملة دي في دول بدأت تتاجي انها تعترف بيها او بنوك او شركات تعترف بيها فلازم كله يعني لكله يعترف بيها لا مش حاجات معينة تعترف بيها او حاجات لا وزي ما عليك قلت طبعا في كزا نوع من عملات الرقمية فدلوقتي حدش عارف يينفست في ايه هما الناس ما اخدينها كأن انا بحط فلوسي في البيتكوين ففلوسي بتزيد فلوسي بتقل بس ده استثمار بس هما مش حاطين في المستقبل لما اجي اخرج فلوسي بقى دي ممكن هستخدمها في ايه ممكن الدولة اللي انت فيها تمنع الموضوع ده كله فهو لسه الموضوع تحت تحت الدراسة يعني لسه ما وصلش لكماليته بس انا اتوقع ان هو ممكن في العشرين تلاتين سنة جايين موضوع العملة الرقمية هيزيد وممكن بدأ تبدأ دول بقى تعترف بيه بعد اما يكون امن بشكل كبير ان هو مش معرض للسرقات زي ما بيحصل في الفترة الحالية